ما حكمه تغضية الوجه للمرأة تغضية الوجه للمرأة المسلمة واجب يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وقد كان هذا هو الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلمة صح كتابي بعد كتاب الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي يعني غطيت وجهي هذه ذل على نتغطية الوجه كانت معروفة لدى نساء الصحابة ثم إن الله عز وجل يقول وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يعني أنهى الله تعالى المرأة أن تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال الذي في الرجل فهل يعقل أن الشريعة تنهى عن مجرد ضرب الرجل لسماء صوت الخلخال وتبيح كشف الوجه الذي هو مجمع الزينة وثم إن الخاطب إذا خطب امرأة يجوز له أن ينظر إليها وأعظم ما ينظر إليه هو الوجه ولو كان المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لم يكن هناك حاجة لأن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لأن وجهها مكشوف واستطيع أن يراها في أي مكان تغطية المرأة لوجهها نقول إنه واجب يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولا تلتفت لمن يهون من شأن ذلك فإن بعض الناس يهون من شأن الحجاب ويهون من شأن الواجبات الشرعية وربما أتى بالخلاف في ذلك لأجل هذا التهوين تغطية المرأة لوجهها عند جميع العلماء أنه من الفضائل وأنه أمر مندوب إليه وأن المرأة المسلمة تحمد عليه لم يقل أحد من العلماء بأنه مكروه أو أنه غير مندوب إليه عند جميع العلماء في جميع الأمصار والأعصار أنه من الفضائل وأن المرأة تحمد عليه لكن هل هو واجب أو أنه مستحب القول الراجح والقول الصحيح عند المحاققين من أهل العلم أنه واجب وأن هذا كان هو المعهود لدى نساء الصحابة والتابعين